لماذا لا يقبل الناس حتى يومنا هذا كثير من الناس لا يقبلون فكرة الصليب تفضل أخي لي أنا عايز أقول لأحباء المشاهدين الصليب ليس فقط حقيقة كتابية وهذا يكفيني أنا كخادم للإنجيل ومؤمن بالمسيح لكنه أيضا حقيقة تاريخية لما أسأل أي واحد وثني عربي أوروبي أي نوع من التاريخ تستخدمه التقويم الذي يستخدمه العالم كله يقول للتقويم الميلادي والتقويم الميلادي المعمول به في العالم كله مقسوم إلى جزئين بي سي وإي دي قبل الميلاد وبعد الصلب أن التقويم الميلادي المستخدم في العالم كله يقول أن المسيح جاء ومات وقام أنا عم ببتسم عشان بردو بحاول اليوم يغيره هذا التقويم يعني اليوم عندنا في الأراضي المقدسة بدل ما يقوله بي سي أو اي دي بيقوله بي سي اي بفور كومن ايرا طب الكومن ايرا هو شو الكومن ايرا برجعنا ليسوع المسيح طبعا مش بس التقويم يعني الفكرة مش بس التقويم لأنه ممكن الناس تغير ما تريد أن تغير ولا سيما إذا الدول بتقوى وإذا ديان بتقوى ممكن يغير على كيف هي شاء وما يريد لكن أرجع تاني لسؤال حضرتك ليه لا يقبل الناس صليب المسيح اسمح لأقول بعض الإجابات الإجابة الأولانية لأن الفكر البشري لا يريد أن يخضع لفكرة الله بصفة عامة يقولون لله ابعد عنه وبمعرفة طرقك لا نصر الإنسان مش عايز يقبل فكرة الله وزي ما قلت في البداية أن الإنسان يميل إلى العظمة والقتل والاستعمار والاستعباد والذبح الآخرين لكن لا يقبل أبدا فكرة التضحية لأجل الآخرين عندما جاء الله متجسدا في المسيح يسوع لكي يضحي لأجل الآخرين كان هذا فكرا غير مقبول لدى البشر لكن لكل من يخضع ويقبل فكرة الله يقول الكتاب أن صليب المسيح لكل من يؤمن به هو قوة الله للخلاص الأمر الثاني لماذا لا يقبل الإنسان فكرة صليب المسيح لأن الصليب ضد أعمال البشر بمعنى أن البشر يميل أن يعمل شيئا يفتخر به بنفسه فيريد الإنسان أن يأخذ غفران ذنوبه ويصل إلى الأخرة الصالحة بأعماله لكن الصليب يقول أن أعمالك لا تنفع لأن الأعمال لا يمكن أن تكفر عن خطية الإنسان وكان هناك حاجة أن يأتي الزبيح الأعظم لكي يموت بدلك فالإنسان المتكبر لا يريد أن يقبل الصليب لأن الصليب يقول له أعمالك لا تنفع لا والصليب مبادرة إلهية يعني الله لأخذ زمام المبادرة نعم ليس الإنسان والإنسان دائما يريد أن يفتخر بنفسه